لحظات وينتلق المقابلة وفي هذه الأوينة بالضبط الحكام عبدالسلام ماني يعطي إشارة انتلاقة المباراة كرة في محور الدفاع لفريق النجم لبيكسي ديبوزيت الكرلاج أنه ربما يسحب لعبي البصدة هذه كرة رأسية وتمشي عند الحارة شرفة دين نصر الله ترجع لكرة أي من الاسليمي مع فتاقتي حسين منصور كرة مهيبة سالمي حسين منصور ويدخل الدفاع تم مغنق المنافذ أمام هجوم المستقبل كرة طويلة في اتجاه مهيبة السالمي فماش المخارفة شعمل مهيبة سالمي التصويب مش عامبي لكن ضعيفة ترجع من نايمان السليمي موقتها كور لكن ترجع له حسين حسين لمسة إلى أحمد دحتيوش ممتازة العملية نور البيجي فماش تسلل نورة التوزيع والكورة ما زالت والحكم يعطي استمتع على اللي صار معتز الكورة طويلة في منطقة الجزاوية دخل عبدالقادر كيد الخطأ عاطفة جدري على القايم الأول ترجع من نورة اللي بيجي والهجومة اللي معاكس اللي هي إيهاب بنعمر فم المساحات إيهاب بنعمر الشي يعمل إيهاب إلي أحمد شعان بيحتيوش احتيوش 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 التصويب يعطيه حكمل إشارة يتقدم إيهاب بنعمر روايدن روايدن والجوال جوال 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 الهدف الأول لمستقبل جابس الهدف الأول لمستقبل جابس إيهاب بنعمر ببرود الدم كبيرة جداً لحقيقة أممنا الإعادة على يمين الحالة شرفة دين نصر الله وسجد الشكر لإيهاب بنعمر واحد بلاش للكرلاش وديما نقول مستقبل جابس يبقى وفي لعادته طويلة علمين عزيز فلاح الشي يعمل عزيز فلاح يراوق عزيز يالتمرير والهدف الثاني والهدف الثاني 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 عن طريق أحمد الشعام بيحتيوش ممتاز هذا اللعب لكن الهدف الحقيقة صنعوا اللعب عزيز فلاح هاشياردوا الإعادة في وسط الميدان الكورة تاجي لحسين حسين منصور بيني الكورة الطويلة لعزيز فلاح استمت عزيز فلاح في المحافظة للكورة روغ مرر عدد من أحمد الشعام بم بكل قوة في مرمى عزيزي إلى محمد الناصري والمخالفة نظيفونهم حسين منصور التنفيذ من المخالفة كانت خطيرة جدا عاطف جدري في التنفيذ يتيحكم الإشارة في وسط المنطقة ترجع على كرة مرة ثانية والوجوب معتز الأمهاني ومرة أخرى مخالفة باش ينفذ المخالفة يساري مهاري كرة أرضية خطيرة وممتاز عبدالقادر كيت يتدخل في العملية الأخيرة ترجع مرة أخرى لصالح اللعب حمز النصر كمال للذفلاوي ومرة أخرى مخالفة لفريق نجم ونبيكس ديبوزيت منعم حسني الهجوم المعاكس لمستقبل جيبس علمين بيش عام بيش عام بيش عام بيش يعمل التمرير حسين منصور بغريبة ممتاز كمال للذفلاوي كمال للذفلاوي الكرة تسلم والرأي أسبق رغم تدخل الحارس عبدالقادر شوية حسين من حسين التصويب خطيرة العملية بمشا المخالفة عزيزة فلاح ترجع حسين المنصور حسين التصويب من حسين ولكن سهلة تمشي الحارس قبل جيبس تويلة كورة تاج الإسلام لكن دون عنوان تمشي سهلة عند الحارس رفدين وشي عمل حسين كورة ممتازة إلى المولي حسين المنصور واحدة ثلاثين الكورة والرأية عزيزة نور البش التوزيع من نور البش تعود من الدفاع ومخالفة تلت العملية متواصلة ومتازة لمهيبة السلمي لحكم ميعتنى الأسبقية عزيزة فلاح عزيزة التوزيع على القائمة الثانية ويدخل للدفاع يدخل منعم حسني ينطي الإشارة ينفذ للناصري على الكورة لكن عالية فوق مرمى ناصفي علمين الشيعة من مهدي الناسفي لعبد القادر المشري يلا عبد القادر للتوزيع ممتازة للتوزيع ويدخل الحارس الموسم الأساسي كورة ترجع من محمد الناصري على الإسار عند حلمي عزيزي التوزيع من حلمي لعزيزي ترجع تمشي لصالح هو موجود في عديد المواسم لكورة من عبد القادر المشري ممتازة للعملية التصويم والهدف الثالث والهدف الثالث ممتاز من مهيبة السالمي عبد القادر المشري عمل الروتري أو التمهيد وممتاز ممتاز من مهيبة السالمي يسجل هدف الثالث لمستقبل قبس بطريقة رائعة ثلاثة سفر مع بلوغنا واحد وثمانين قيخة لعبة لعمل إعادة حسين مصور لمس لعاب القادر المشري ممتازة للتمرير ودون تردد مهيبة السالمي في مرمى شرف الدين نصر الله ثلاثة سفر لمستقبل قبس في هذه اللحظات في ثلاثة وثمانين قيخة لعب لأربع دقائق الأخيرة حسين إلى حسين إلى عزيزة فلاح حسين لمس لنمش تسلل والهدف الرابع والهدف الرابع لمستقبل قبس حسين لمولهي يربع النتيجة لمستقبل قبس في ثمانية وثمانية خلعب حسين لمولهي ممتاز الكنترول والتصويب في مرمى الحارس شرف الدين نصر الله أربع سفر لمستقبل قبس مهرجين من الأهداف للكرلاج في مباراة اليوم أربع مقابل سفر يرفع رصيده من الأهداف حسين لمولهي منذ قدومه إلى خمسة أهداف الكرة اللاعب من فريق سديبوزيد يكون على أرضية الميدان المخارفة من عبد القاتل المشي بطريقة مباشرة والكرة عند الحارس شرف الدين نصر الله في هذه الآوينة بالضبط يونيا الحكم فوز عريض لمستقبل قبس أربع مقابل سفر أمام فريق نجم مولابيك سديبوزيد ذكر بشارة الهداف كل من اللاعب إيهاب بن عمر من ضرب الجهازات قيخة 33 دقيقة 35 اللاعب أحمد الشعنبي ترجمة نانسي قنقر